وسط تحديات بيئية ملحة تعقد القارة الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية إفريقيا قمتها الأولى للمناخ بحثاً عن مخرج يجنبها المزيد من الخسائر التي فاقت تكلفتها مليارات الدولارات تزامناً وانطلاق أشغال القمة التي تحتضنها العاصمة الكينيا نايروبي ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أن القارة الإفريقية تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة هو الأسرع عالمياً بمعدل 0.3 درجة مئوية لكل عقد مقابل 0.3 درجتين في باقي دول العالم في الفترة الممتدة من 1991 إلى غاية 2022 ما أصفر عن أسوأ موجة جفاف في القرن الإفريقي منذ 40 عاماً فيما تجلت تأثيرات ارتفاع الحرارة بشكل واضح من خلال زيادة تواطر الحرائق التي أودت بحياة 5000 شخص تمثل إفريقيا 4000 فقط من الإنبعاثات العالمية لكنها تعاني من بعد أسوأ أثار تغير المناخ اليوم جددت دعوتي للعالم لتكثيف العمل المناخي لتجنب أسوأ أثار تغير للمناخ وللوفاء بالوعود العالمية لتقديم دعم الأساسي ومساعدة إفريقيا على الانتقال العادل والمنصف إلى الطاقة المتجددة قارة أرهقها تطرف مناخي وصلت موجاته إلى الثمانين خلال العام الماضي بحسب التقرير ذاته الذي أكد أن خسائره فاقت ثمانية مليارات ونصف مليار دولار بعدما أضعف الإنتاجية الزراعية لأجزاء واسعة من القارة الصمراء بنسبة أربعة وثلاثين بالمئة منذ سنة ألف وتسعمائة وواحد وستين حاز فيها قطاع الحبوب حصة الأسد بنحو عشرة في المئة عن متوسط السنوات الخمس السابقة في المتوسط تدفع الدول الإفريقية أربعة أضعاف الاقتراض أكثر من الولايات المتحدة وثمانية أضعاف الدول الأوروبية الأكثر ثراء إن الشحن التربني للانتقال الأخضر العادل والمنصف مع دعم التنمية على نطاق أوسع عبر إفريقيا يتطلب تصحيحا جذريا للمسار قاعدة الموارد الطبيعية تتقلص والهجرة المناخية إلى ارتفاع أما الكوارث الطبيعية فقد أصبحت ملازمة لحياة الفرد الإفريقي هي تدعية أزمة مناخية خانقة تلقي بظلالها على قيمة إفريقيا الأولى للمناخ يحاول من خلالها زعاماء القرى إطلاق طموح جديد يجعل من إفريقيا شريكا مهما لحل مشاكل التغير المناخي لضحية لتقاعس الدول الصناعية الكبرى عن مسؤوليتها التاريخية إزاء أزمة المناخ